هربا من حر الصيف وللاستمتاع بالمناظر الخلابة يجري مئات الآلاف من سكان محافظات الوسط والجنوب زيارة إلى مصيف كردستان خلال عيد الأطحى المبارك في ظل الخدمات المقدمة بالإقليم وللنقص الكبير الذي تعاني منه تلك المحافظات في الأماكن الترفيهية نتابع المزيد مع مخلد محمد هربا من لهيب الصيف أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية يتوافدون إلى مصيف كردستان وتحديدا في السليمانية لقضاء عطلة عيد الأطحى والله بالمحافظات مالتنا جو كلش حار كهرباء ماكو هنا أقليم كردستان يعني درجة أولى كهرباء مي أجواء حلوة جو بارد يعني خدمات فول فنادغ يعني ماء توصف هو موجود هناك المحافظات باقي صلاح الدين يعني جو حار جو مؤلم جو إطراب يعني ما تنسكن يعني يعني هنا مئة مرة أحسن شوية حارة فهنا الناس تحب هنا تغير الأجواء على موجود هنا أجواء حلوة والشمال هو كل حلو ما شاء الله وحبينا نغير جو نستطلع المكان غير مكان أي نعم والله هناك حارة يعني حارة التقديرات الأولية تفيد بأن خلال اليومين السابقين دخل المدينة قرابة 35 ألف ساح ومن المتوقع أن تصل الأعداد إلى 100 ألف ساح خلال الأيام القادمة لأسباب عزاها المقتصون إلى زيادة الاهتمام بالمرافق السياحية بشكل كبير خلال الأعوام الماضية راحة نفسية وجو حلوة وجو حلو شعف هذه الأجواء حلوة ويختارون هذه المحافظة على مدى الأجواء الحلوة والطبيعة أنت شاف هذه الطبيعة على الأشجار وهذه كل حدائق وكل يعني إن شاء الله ونظافة ونت تشوفها كل شيء ماكو فرق إن شاء الله كل العراق ماكو فرق إن شاء الله جنوب وشمالة كلها بس هنا يختارون على مدى الطبيعة هو أي طبيعة حلوة هنا طبعا نحب نهني أهالينا بكل العراق من شمال الجنوب ومناسبة عيد الأضحى المبارك وإن شاء الله ينعاد علينا كل سنة وكل عام بالأفراح والمسارات وإن شاء الله الوضع ميضة لهيتي يعني نحس إنه أكو بوادر تحسن وإن شاء الله القادم أفضل إحنا نجينا من محاوظ كربلا زيارة لقليم كردستان مدينة السليمانية الأجواء حلوة كلش حلوة يعني من ناحية الأطفال الألعاب المتنزهات يعني فرق مدن كردستان عن مدن باقي المناطق العراق يعني نحن بكربلا نخلوه من مكانات حلوة وأطفال مثل بارك آزادي وإن شاء الله القادم أفضل الأمن والسيطرة على الحركة المرورية شهداء ضبطا مسبقا عبر خطط وضعتها الأجهزة الرسمية لمنع تنغيص الفرحة على الذين قصدوا الإقليم لتغيير الأجواء إذ الإرشادات تصاعدت من الوافدين إلى المناطق السياحية من سليمانيا مخلذ محمد قناة دشل الفضائية